موسيقى أحبتي أهلا وسهلا بكم في مائدة جديدة من موائد لغوية عبر شاشة فضائية الكدس التعليمية أحبتي نتناول في هذه الموائد في كل مائدة نتناول أكلة لغوية شهية جديدة إن شاء الله تعالى أن تنال إعجابكم نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ما يسمى بالقفقفة والقفقفة لهجة عربية قديمة أقرتها المؤجمات العربية وكتب اللهجات القفقفة إخواني تختص بنطق الجيم صوت الجيم إج يحولونه من جيم إلى جيم وما يسمى بين قوسين ما يسمى بالجيم المصرية ففي مصر يقولون جمال جميل إخواني لو عدنا إلى الجيم وخصائص الجيم والظواهر النطقية لصوت الجيم ليس في فلسطين وحدها وإنما في البلاد العربية جميعها وعبر التسلسل التاريخي الزمني منذ الجاهلية وقبل الجاهلية حتى اليوم لو وجدنا أن الجيم تتميز بسمات تميزها عن غيرها طبعا الجيم ما يميزه أنه صوت مركب هو الصوت الوحيد الفصيح في العربية المركب وأيضا معه التشاف في الكشكشة ربما تحدثنا عنها في حلقة سابقة هناك مكونة من إت وإتش التشاف والجيم مكونة في النطق العربي الفصيح الصحيح من حرف الدال ثم الجيم الشامية المعتشة تسمى لدى علماء الأصوات فعندما نلفظ إدج إدج لو لفظتها أي سامع منكم لو لفظها ببطء ولاحظ بدقة أنه سينطق إد إدج 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 ومن ثم إذن مكونة من صوتين صوت الدال وصوت الجيم الشامية المعتشة في القفقفة حولوها إلى جيم لكن إخواني لو نظرنا إلى الجيم ونطق الجيم اليوم في البلدان العربية استبدلوا بالجيم المركب صوتا أحاديا واحدا أولا أولا في بعض مناطق سورية ولبنان وفلسطين في الشام عموما ولدى الحضر بالأخص يعني في المدن لفظوه جيما شامية معطشة إج فبقوله جميل جمال جميل ما بيقوله جميل بيقوله جميل هذا من باب الهروب من الصوت المركب إلى الصوت الأحادي وأيضا ينسحب على البيئة الاجتماعية الحضرية أيضا مثلا في الصعيد في صعيد مصر خصيصا صعيد مصر هنا فعلوا العكس في مناطق الشام حذفوا الدال ونطقوا الجزء الثاني في الصعيد حذفوا الجيم الشامية المعطشة ونطقوا الدال وحدها فيقولون ديش بدلا من جيش بيقولوا ديش يقولون دبش حتى هنا في فلسطين بعض القبائل بعض السكان أرياف يقولون دبش عن الحجر الكبير يقولون دبش في الكاهرة الجيم الكاهرية وهي ظاهرة الكفقفة لفظوه جيما فبقوله جمال جميل وجهه في بعض البلدان العربية في الجزيرة العربية مثل منطقة عمان والإمارات العربية المتحدة لفظوها يا فبقوله ريال بدل رجال بقوله ريال اخواني ايضا لو نظرنا إلى نطق الطفل سبحان الله الطفل الصغير اي طفل صغير يستحيل أن ينطق لو فعلنا استقراءا شاملا لنطق الأطفال لهذا الصوت لا يمكن أن نجد الطفل الصغير ينطق الجيم جيما مركبة وإنما في الغالب في الأعم الأغلب يلفظ الدال لماذا جهاز النطق لم يكن مكتملا لديه أو لا يكون مكتملا بعد فيسمع صوت الجيم وهو المركب كما كنا من الدال والجيم الشامية ينطق الجزء الأول فبتيجي الورد الصغير بيقول دادي بدل مثلا من جاجي احنا منقول جاجي بيقول دادي بيقول دمال بدل من جمال دميل هذا شيء يعني لم يأتي من فراغ وإنما من صفات الأصوات وأيضا البيئة الحضرية أو البيئة البدوية أو البيئة الريفية لها تأثير كبير على الناطق فبيئة الحضر تميل إلى الليونة والنعومة وبيئة الأرياف تميل إلى الخشونة وبيئة البدو خشونة عظيمة وشظف في العيش وكل يأخذ ما يناسب بيئته إخواني أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في مائدة لغوية جديدة نتناول بها أكلة لغوية جديدة عبر فضائية الكدس التعليمية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة